اشتركوا في القناة والكوادر الوطنية معربا عن بالغ الشكر والتقدير لإسهاماتها المتميزة في أداء الرسالة النبيلة وفي إبراز العمل البرلماني بكل مهنية وموضوعية في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله مؤكدا الدعم النيابي الصحافة والأعلام ومهنئا كافة العاملين بهذه المناسبة اليوم أحالنا مجلس شراء مشروع بقانون اللي هي إضافة مادة مكررة 316 من القانون حقوبات طبعا تم مناقشته تم مناقشته في اللجنة الخارجية وتم الموافقة عليه بعد تعديل فيه وهو طبعا هذه حق زين المحارم اللي هو اتصال بين الجنسين البالغين من زين المحارم فهذه طبعا تشديد عقوبته هي اللي هي كانت فيه النص الأصلي جاء هذا المشروع بقانون من أجل وضع تنظيم قانوني من أجل اعتبار أو تصنيف منطقتين فشت الجار ومواء العظم كمحميتين طبيعيتين حسب التصنيف الدولي للمحميات طبعا هذه المنطقتين تتميز بتنوع بايولوجي والحيود المرجانية فيتوجب الحفاظ عليهم في حين جاء رد الحكومة بأنه لا حاجة لهذا المشروع ويمكن اتخاذ التدابير المناسبة عبر قرار حكومي بعد إجراء الدراسات الوافية تمت الإجابة على السؤال اللي قدمته في الجلسات السابقة لسعادة وزير المواصلات وهو بخصوص عن عدد شركات السياحة في مملكة البحرين المملكة للبحريني والأجانب وأيضا شركات الشح للبضاع المملكة أيضا للبحريني والأجانب وما هي المعايير للشروط والحصول على هذه الرخص وما هي الخدمات التي تقدم للبحرينيين للارتقاء بهذه الخدمة أيضا لاحظنا اليوم في اتفاقيات خليجية حيز التنفيذ بالاتحاد الجمركي واليوم اتخذت أحد الجانب من بعض دول مجلس التعاون في توفير سبل الراحة للشركات الخليجية واليوم البحرين لازم تعامل أيضا بعض دول مجلس التعاون بالمثل بسوة بما يقدم للبحرينيين من خدمات وأيضا مع وقات التي تسبب في السياحة في نقل الباصات والمواطنين إلى دول الجوار والدول العربية أيضا ترجمة نانسي قنقر